السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين ايه يا رب كلوا خير بجد وجد وحشتوني كتير اوي 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 بقالي كتير اوي منزلتش فيديو وبجد انا بطبسط اوي لما بكون بنزل لكم فيديوهات وحتى لو المشاهدة مش عالية بس يعني كفان انتو لو خمسين شافوني اربعين مية انا ببقى مبسطة جدا جدا كأنكم مليون وبجد ربنا يخليكم لي ومن حرمش منكم جدا وناس كتير اوي من صحابي وناس كتير اوي من العرفاني كلهم امان يولي نزلي فيديو وبتنزليش فيديوهات ليه ويام وياسين والكلام دوت بس الحمد لله بس الحمد لله هبتدل ان شاء الله ربنا يسهلها كده ورحمة واحدة لنزل كل يوم فيديو ونبقى معاكم على طول وتمنى منكم تشتركوا عندي في القناة وما تنسوش تفعيل الجرس اليوم احنا عايزنا نشتراك وكل حاجة وقلب واسكرايب اول حاجة بقى نقول ايه نصلى على النبي ونقول عليه افضل الصلاة والسلام اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد نبينا حبيبنا رسول الله بصوا بقى يا جماعة انا ابتديت اليوم ايه معاكم من اوله قلنا بقى نبتدي الفطار الاول ونبتدي نعمل بطاطس طبعا يعني الاسعار رحف دهية بس يا الله مش مشكلة احنا كل الاول بنعرف نعمل فيديوهات عشان قد الاسعار يعني الحمد لله المهم ما علينا طبعا زي ما انتم شايفين انا حمرت البطاطس على النار وعملت عايز اعمل الفل بطماطم طبعا خطير بقى وحاجة كده فل فل يعني بعمل الطوم وبصوا ام حاجة بقى شوية الخلي دول بيدو ريحة وطعم حاجة تانية خالص بصراحة بيودو الفول في حتة تانية اه وطماطم وفلفل تمام عشانا بنحبه حار شوية هنا كنت بعاتي ياسين جابلي فول وكده المهم طلعت بقى اللي عندي في التلاجة ومشايزين ياكلوا جبنة رومي اناعمل بسترمة ونعمل جبنة بطماطم اطعت البسترمة زي ما انتم شايفين كده وطلت بضاط على قدينا يعني لان احنا بس ناكل انا والولاد وباباهم يعني وبحط شوية زيت وبحط يعني انا كنت هنا ببص برضو لازم برضو ايديك هنا وهنا يعني وقلت بقى ايه اعمل بقى البيت بالبسترمة يبقى جامد بصراحة بيبقى حيل وقاوه في الفطر مش كله لازم يبقى كل يوم فول بقى ومسقع ومش عارف ايه وكده قلنا نغير تمام طبعا زبان تشايفين يا جماعة انا مبقى حطش ملح لاني دي بصير ما بتبقى حدقى شوية حطيت بس شوية في الفلسمر واقعادت تقلب زينب اللي بتصورني فلو اي غلط حصل يا جماعة ما حدش يلوم علي ماشي فبس وهنا بقى رحت حط بقى شوية كمون بس مبقى حطش في الفلسمر بقى حطش بيحط في الفلسمر خالص في الفول وشوية ملح ببساط كده يعني وبتديت بقى حط كيس الفول فولقيت بقى ايه الطعم بقى حاجة تانية خالص يعني اما تدقوا بقى كده حاجة في الجون هنا بقى حطيت شوية زيت بس والجبنة وعملت طماطم يعني جبنة والطماطم ما بتبقى طعمها برضو جميلة وبس دي اسطنبولي عشان تبقى حالو زينبقى قالت تساعدني شيفة الصنونة ان شاء الله تطلع زي امها يا اخواتي بحبها ايه ده بنوتي الحلوة بصراحة دايما خلي بنتك تساعدك وخلي عيالك يساعدوك في البيت ما تخليش عيالك يبقى دايما عارفين ان انت كل حاجة انت بتعمل يا لأ ممكن يساعدك في حاجة صغيرة ما يكبروا هيبقوا كده في بيوتهم وهيبقوا كده اصلا ويساعدو دايما ويبقى قديهم بايدين بعض اه كده كنت خلصت بقى خلاص الفطار بقى وهنقض نفطر طبعا وبوريكو بقى طبعا انا عملت بطاطس وهيبت بالبسترمة وعملت جبنة بطماطم وعملت فول بالطماطم وبجد بجد صدقوني الفطار ده بيبقى حلوة قوي يعني نغير بقى مش كل يوم بقى هما بصراحة لما يعني انا دايما اوقات ما بباش موجودة يعني الصبح بيروحوا بقى جايبين بقى مسقعة ومش عارف ايه من المطعم وكده بس يعني بتبقاش حلوة بصراحة ان شاء الله بانت زورني في المسقعة بتاعتي انا ولا لحمة مفرومة ولا مش عارفة ايه مفروم بقى ابسط حاجة هتاكلوا شوية مسقعة اكسم بالله حاجة مش هتبطلوا طول النهار تاكلوا فيها طول ما انتوا واقفين هتفضلوا تحطوا في الطبقة وتاكلوا ان شاء الله يعني انتظرون في فيديو اللي جاي طبعا ام هنا عميني اقول لكم بقى شتركوا في القناة وتفعيل الجرز ومش عارف ايه ايه وبتدينا بقى ايه قلت بقى الغدى بصوا بقى يا جميعا بصراحة المحشي ده مش انا اللي عملاه خالص ولا تبعي خالص انا كان في حد تبعي يعني عمل زي جروب فقالت انا بتيدي ان انا اعمل مشروع لنفسي وكده وعمل هعمل يعني زي محشيات بقى وحاجات من دي وكده فبصراحة كنت واخدها منها بقى لي يجي مثلا اسبوع اخدت منها ونص ورق عناب وانا عمري في حياتي عمري ما جبت حاجة جاهزة من دي خالص برا ابدا من برا بيتي يعني انا بقى احب اعملها في البيت قوي احبش اعمل حاجة برا قوي اذا ما انت شايفين كده حتى البتنجان انا اقوروا في البيت والكوسة وكل حاجة انا مش بتطمن بس انا برتاح نفسي كده محبش ان انا اشتري كل حاجة جاهزة من برا تمام المهم روحت ايه اخدت منها نص واخدت منها كيلو كروم والله حسبتلي الكيلو كروم بستين وحسبتلي مش عارفة حسبتلي والله الورق العنام بي كان بس يعني مش عارفة برضو بنفس السعر اقال لي وكده بصوا بيا يا جماعة انا دايما دايما بحب بطريقة الفراغ دي كده ببشر بصل وبعد كده بروح حط ملح بس وادعاكم جامد قوي كده كده عصاجهم في بعض وبعد كده روح مسكة بقى الفرخة زمانت شايفين الفرخة دي جوز الله يبريكله يعني جابلنا كبيرة قوي 3 كيلو طبعا يعني مفروض تبقى 2 كيلو حاجة زي كده لقوية 3 كيلو بصراحة فكبيرة بس عالمين عالمين شوفوا بقى شوفوا مش عارفة شلها من الحلة ازاي هتشوفوا دلوقتي وروحوا تقيل موم غلت بقى مية عالنار زمانت شايفين وايه بقى وطبعا زمانت شايفين نحشتها هنا بقى بوريك وفلفل أصمر ورق لاوري طماطن بصل حبهين بس تمام هنا بقى لازم اعمل كده عشان على فكرة الكوزة بيبقى فيها رملة يعني بشوف ناس دايما بيعملوها ما بيعملوهاش كده بالاسمه ايه بالمقوار كده بالحتة الخشنة لأ دايما بشوفهم بيعملوها شاطيف بس لا لازم تعملي كده لاني بيبقى فيها رملة الرملة دي بتطلع عادي يعني مع الحتة اللي انت بتطلع عادي مش تلقى مشكلة ايه وبتدي شكل اصلا هنا بقى رحت مقطع الخضرة كنت غسلها كنت جايبة شابة وكسبرة بس لاني انا اصلا كنت عامل خلطة في الفريزة لاندي وكان هتشوفها دلوقتي هي اه وكان فيها خضرة بس انا ايه عشان الخضرة طبعا بتبقى دايبت شوية فعملت بقى زي خلطة وحطت رز وزبطت الدنيا ومحطتش ايه طوابل خلص بصراحة هي مش محتاجة طبعا ده اللي بيطلع من الكوسة بحطه في اعلى الحلة بتاعت ايه بتاعت المحشي دايما بعمل كده ليه اولا ما بتلزق ليش الحلة يعني المحشي في الحلة ثانيا طعمها مسكر جدا وبديدي طعم حلو جدا وانا دايما بحب افرش الحلة بتاعت المحشي عندي كده فطبعا زي وانت شايفين يا جماعة طبعا كل بيت طبعا الست بتاعته بتبقى بتعمل نفس الاكله ونفسها حلو جدا بس يمكن يعني ايه امش عارف اقولوكو ايه بصراحة بس يعني في كل بيت كل ست بتبقى استاذة في بيتها يعني ده اللي انا عايزة اوصله لكم اني انت بتحب تاكل من ايدك ما بتحبش تاكل الا لو فيها زو ما بقى بتاكل في ايد حد بس بتبقى عارفة برضو انه اكله حلو والله لو اكله مش حلو بقى والله يبقى عدوا عمل نفسي اكلته ومي بكلش فان شاء الله يا رب كل جاي خير يا رب وربنا يجعل كده كل حاجة حلوة في ايدكو ما تنسونوش في اللايك والاشتراك الناس بيقولوه بسرعة وان شاء الله يا رب كده يوصل لكم كل جديد ويا رب كناة تيكبر بيكو انتو ان شاء الله يا رب وانتظروني بقى شوفوا يا جماعة لو اي حد محتاج اي حاجة يقولي في كومنتات لو في كومنتات عليها برضو قلولي ويا رب يكون قناتي عجباكو وتبقى بسيطة على قد اليد بصوا بقى يا جماعة بصوا 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 والله العزيم معرفت اشيالها انا مش عارف اشيالها حرفيا انا مش عارف اشيالها فانا بعمل ايه بقى يا جماعة بعلل نار الاول على الفراخ وبعد كده اروح موطيه خالص عليها شمعة واسهبها بقى والله بتبقى مالبن تكليه كده مش عارفة تمسكيها اصلا من بعضي تمام هنا بقى كنت بسقي بقى المحشي بتاعي وكده وولعت بقى عليه خلاص وهنا بقى خلاص بقى كانتشرب بقى وماطيه النار عليه ودي المحشي هو تحطيش بقى شربة كتير عشان تطلع كده الواحدة كده متبقاش فيها رز كتير الورقة العنب بقى بصراحة ما استويش ليه الرز استوي كل حاجة استويت الورقة كمنها هي الزهار جايبها مجمد فمستويش مان بحبوش بقى كده بصوا يا جماعة الفرخة انا قلتلكم مش عارفة شئلها بصوا قدام كهو عملات زي هنا بقى كنا خلاص خلصنا وان شاء الله يعني اه حبيت عمل الحركة دي بس الحمد لله نكحت معي بس منزلتش بالبصل والحاجة اللي جواه بس يعني كويسة هناك ده كده ما كانش كتير اصلا بجد يا جماعة اكسم بالله حشتوني جدا 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 تشوفوا هفضل قول من انا السنة الجاية والله انا بجد بابقى نفسي نازل الفيديوهات دي بس مرنا بظروف كتيرة قوي الفترة اللي فاتت دي والحمد لله اعدت كل حاجة على خير بصوا بقى في اخر اليوم بقى ختمت ان ياسين ابني انت شفتوه طبعا فيقى الفيديو كانت طلع لكم بش عادي هتشوفوه دلوقتي وهو ماشي حد حد في حاجة عليه والله اتعور في تحت عينه بس فعلا فعلا ان عينا عليها حارس والله ربنا ده كبير جدا بصوا يلا شوفكم على خير فيديو جديد يلا باي باي